اهلا بكم اعزائي متابعين في الفيديو ده هنعرف ايه هي العلامات اللي لما تشوفها على شخص قريب منك لازم تروح المستشفى فورا لان ممكن يكون عنده جلطة او نزيف في المخ وكمان هقول اختبارات تقدر تعملها للشخص القريب منك ده عشان تكتشف الجلطة ديه مبكرا قدر الامكان وتقدر تروح به المستشفى بسرعة عشان يقدر ياخد المادة اللي بتدوب الجلطة بعد ما يعمل الاشعى المقطعية على المخ طبعا في علامات واضحة جدا وتقريبا كلنا هنعرفها وهنقولها برضو عشان اللي ما يعرفهاش العلامات دي لو لقيتها مع شخص قريب منك تودي المستشفى فورا اول حاجة مثلا فقدان الوعي الشخص اغمى عليه تماما او مثلا بيقولك انا نص جسمي منمل او حصل ضعف في نص جسمه يقولك مش قادر احرك ايدي الشمال مش قادر احرك رجلي الشمال او حصل انه وشه بدأ يتعوج بقه بدأ يتعوج عينيه واحدة مقفولة واحدة مفتوحة او واحدة بترمش واحدة مش بترمش او لو حصله دوار شديد او حصل عدم توازن اثناء المشي او لو لقيته مش عارف يتكلم كويس صعوبة في التكلم والفهم او حصله حالة توهان الحاجات دي تقريبا كلها لو حصلت الناس هتبقى عارفة شوية ان دي ممكن تكون حاجة اسمها ستروك او جلطة او نزيف في المخ فالمفروض تروح المستشفى فورا لكن هقولك على اختبارات تقدر تعملها عشان تكتشف هل فيه اعراض جلطة مبكرة ولا لا يعني لو قدامك شخص انت شاكك ان هو مش طبيعي خايف يكون عنده جلطة تعمل له الاختبارات اللي جاية دي اول اختبار قل له وريني سنانك يعمل كده لو بجي يعمل كده لقيت بقه مايل بناحية يبقى ده فورا توديه المستشفى الاختبار التاني قل له غمض عينيك وفرد ايديك الاثنين لقدام بالشكل ده وباطن ايده يبقى الفوق بالشكل ده ويكون مغمض عينيه لمدة عشر ثواني لو حصل ان ايد فيهم سقطت لتحت او وقت لتحت في العشر ثواني دول يبقى وديه المستشفى فورا الاختبار التالت خليه يقول جملة معقدة نسبيا خليه يقول مثلا مثل شعبي زي مثلا الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح لو قالها بشكل كويس وطبيعي يبقى خلاص مفيش مشكلة لكن لو لقيته بطيء في الكلام بالشكل غير المعتاد بتاعه لو لقيته مش عارف يقول الجملة اصلا لو لقيت بيقول الكلام متداخل في بعضه يبقى وديه المستشفى فورا ملحوظة اخيرة لو انت لقيت عيان بالشكل ده سواء بالاختبارات او بالعلامات اللي احنا قلنا عليها في الاول العيان ده ما تدلوش اسبرين ولا تدلو حاجة تعمل سيولة ولا حقا تعمل سيولة زي ما بيقول في ناس تتصل مثلا تقولك انا نص جسم ينمل وعايز اخد حقنا للسيولة بسرعة عشان الحقها الكلام ده مش صحيح المفروض اللي تعمله ايه بالزبط اول حاجة اتصل بالاسعاف على طول تاني حاجة هدي العيان وهدي نفسك انت كمان تلت حاجة العيان لو كان في غيبوبة خليه في وضع الاستشفاء نيمه على جنبه وارفع راسه شوية عشان لو رجع ولا حاجة ما يشرقش والمية او الحاجات اللي بترجع دي تدخل مجرى التنفس لو حاسس انه مش قادر ياخد نفسه كويس افتح مجرى التنفس بالحركة المشهورة دي حركة دي لو اي حد بالع لسانه او مش قادر يتنفس بنرفع راسه الفوق بالشكل ده كده وبكده نفتح مجرى التنفس بتاعه العيان ده المفروض يروح المستشفى فورا لانه بياخد مادة ده وبالجلطة بس بعد عمل الاشعة المقطعية على المخ عشان يستبعده النزيف فيه خلال ثلاث ساعات وفيه بعض الحالات ممكن لحد اربع ساعات ونص فلازم تتصرف بسرعة وتنقل العيان ده بسرعة وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا ليكم اشتركوا في القناة